فما بالنا لم تحن الناس الآن ونقول ما تقول في كذا ما تقول في الرجل الفلان ما تقول في الطائفة الفلانية أكان الغسول عليه الصلاة والسلام لم تحن الناس بهذا أم كان الصحابة يمتحن الناس بهذا إن هذا من شأن الشعب الضالة التي تريد أن تفرق الناس حتى لا يكونوا جبلا راسيا أمام التحديات التي نسمعها كل يوم ونشاهدها في الصحف والمجلات ممن يحاربون هذا الدين وأهل الدين إذا تفرق الشباب الذي يقول إنه يعتني بالإسلام ويغار للإسلام إذا تفرقوا فمن الذي يجادل عن الإسلام ومن الذي يحاج هؤلاء المبطلون ومن الذي يحاج هؤلاء المبطلين أقول أيها الشباب ألم تعلموا أن هذا التفرق قرة عين الملحدين من العلمانيين وغيرهم لأنهم يقولون كفينا بغيرنا لو أن أحد من هؤلاء الملحدين بل لو أن أمة من هؤلاء الملحدين أرادوا أن يفرقوا شباب الإسلام هذا التفريق وهذا التمزيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لو خلصت النية وصلح العمل